السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصلاة والسلام على أشرف المرتلين أيزائي مرحبا بكم معي في هذا الفيديو فيديو موجه للتلاميذ السنة الثانية من التالي المتدائي كراسة فرحة باللغة العربية كنتمنى أنني يكون غدا معكم غدا معكم يعني مزيان ما ممتع تلاش عليكم في الدروس نص شعري جديد وحدة القرية والمدينة تلميذ قريتي ألاحظ ماذا نلاحظ نلاحظ هناك الطفل يحمل محفظته على ظهره ويعدو متجها إلى مدرساته وعلى ما يبدو أن هذا التلميذ يقطن بالقرية كما كنلاحظون نجده جبال سهول حقول إلى آخره إذا نبدأ على بركة الله نقرأ بداية هذا النص الشعري تلميذ قريتي تلميذ قريتي تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يؤانسه غدا 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 بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه تلميذ قريتي تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يؤانسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه نبدأ على بركة الله بإنجاز التمارين المرافقة لهذا النص الشعري أصل الكلمة بشرحها ثم أركب واحدة منها في جملة إذن السقيع هل هو تحرق أو الجليد السقيع هو الجليد السقيع الجليد تلفح تحرق جملة تلفح تلفح الشمس وجه الفلاحي أفهم لماذا ينهض تلميذ القرية باكراً باكراً ينهض تلميذ القرية باكراً للذهاب إلى المدرسة ينهض تلميذ القرية باكراً للذهاب إلى المدرسة وماذا يحمل معه؟ ماذا يحمل معه؟ يحمل معه محفظة يحمل معه محفظته إذن يحمل معه محفظته يحمل معه محفظته انتقل لأفكر ما الأمل الذي يسعى تلميذ القرية إلى تحقيقه؟ ما الأمل الذي يسعى تلميذ القرية إلى تحقيقه؟ إذن الأمل الذي يسعى تلميذ القرية يسعى إلى تحقيقه تلميذ القرية هو النجاح في دراسته إذن الأمل الذي يسعى إلى تحقيقه تلميذ القرية قرية هو النجاح في دراسته ننتقل إلى سؤال أتدوق أقرأ البيت الذي يدل على تغير الفصول في النص الشعري إذن البيت الذي يدل على تغير الفصول في هذا النص الشعري هو البيت الثاني كما تلاحظون سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه يعني سقيع البرد وحر الصيف إذن هذا هو البيت الشعري الذي يدل على تغير الفصول سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ننتقل للإيقاع وبين فيما تتشارك الكلمات الآتية إذن يشغله يلفحه يحفظه فيما تتشارك هذه الكلمات كما تلاحظوا هذه الكلمات تتشارك في الحركات نفس الحركات شغله فتح فتح سكون سكون فتح فتح ضم 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 وضم ضم إذن تتشارك هذه الكلمات في الحركات وأيضا تتشارك بحرف الها وهو الحرف الأخير في كل كلمة من هذه الكلمات وأيضا الحرف الأخير الذي ينتهي به تنتهي بكل الأبيات الشعرية كما تلاحظوا يشغله يلفحه تعلمه يدركه ويحفظه إذن تتشارك هذه الكلمات بحرف الها أساسا يعني تشترك في الحركات وتشترك أيضا في حرف الها وهو الحرف الذي تنتهي به كل كلمة من هذه الكلمات كما تلاحظوا تنتهي به كل كلمة من هذه الكلمات وأيضا ينتهي به كل بيت من الأبيات الشعرية يشغله يلفحه يلفحه تعلمه يدركه يحفظه أعيد قراءة هذا البيت الشعري آخر مرة تلميذ قريتي تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يؤانسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر